هل ت ؟ معوايا في الجم وتتميز استعمال بعد التمرين و ا firing after ? اليوم اكتب استعردني في هذا اليو اولا أهلا في موقع deرس音 دائما معك اليوم ا speeds up or after ? اليوم ادخل في السؤال اこ violating كافتن و اक التمرين واكل ايه بعد التمرين النهاردة اجابك على السؤال ده باشهر الامثلة بس قبل ان ندخل على طول احبا فكار بس انت دعمل وتعمل الحلقة لايك شو مساعدني ارتير عن شارف وجهات تعال او لا لو انا منزل الجيم وبتمرن يفضل دايما ان انا قبل منزل الجيم بساعتين ابتدي ادخل كاربو معقد او كومبيلرس كاربوهيدريت ويدي ليها امثلة ارتير زي الرز زي الشوفان زي البطاطا زي البطاطس زي المكارونات كل ده اسمه كارب معقد يبتدي يزود عندي مخازن الجليكو جين في قلب العضلات عشان يساعدني ان انا اقدر اتمرن ويبقى معايا باور في قلب التمرين انا بقول قبل التمرين بساعتين عشان بطني وعشان المعدة عشان بتاخد فترة في الامتصاص عشان خاطر لو كانت قبل التمرين على طول ممكن ارجع وفي فروق فردية ممكن شخص يكون عنده نسبة الحرقة عالية يقول لنا انا قلت ده كله قبل التمرين بساعة ومحصلوش حاجة لكن الافضل يبقى قبل التمرين بساعتين قربنا من التمرين ونقص على التمرين لنص ساعة هنبتدي ندخل حاجتين اول حاجة وهو simple carbohydrates او الكربوهايدرات البسيطة وهنا بتتمثل عندي وليكن فيلموز او dark chocolate او شكولات الدكنة ودخل معا حاجة تديني pre-workout او تديني باور في قلب التمرين وهنا بنقول عليها القهوة او الـ Nescafeel black او الـ Nescafeel Nescafeel نescafeel بدون لبن بدون لبن من ينفعش ان انا قبل اسلشارب لبن وانزل التمرين عشان هيهيد المعدة وممكن يخلينا انا بطمرن ارجع اهم حاجة قبلها بدون نص ساعة في ناس اللي قبطات القهوة وهي بتسخن مش صحة خالص طب خلصنا النقطة دي دخلنا تمرنا خلصنا التمرين ايه اللي اخدوا بعد التمرين ببتدي اخد ودبة متكملة فيها كاربوهايدرات فيها بروتين فيها هلسفات الامثلة بتاعتنا عند الامثلة كتير اوه ممكن ااخد رز صدور فراخ صلطة دي واجبة ممكن ااخد واجبة تانية رز لحمة خضار خضار مسلوء اي نوع خضار مسلوء بحبه عشان الفيتامينز ممكن واجبة تالتة ممكن ااخد عيش وطونة واجبات الى ملا نهاية كربوهايدريت معقراضة بعد التمرين بروتين هلسفات دخلهم بعد التمرين هيجيلي بقى سؤال دلوقتي مهمة اوي طب يا كابتن لو انا بخصص ادخل نفس الاكل طب يا كابتن لو انا مضخم ادخل نفس الاكل كل ده داخل او مندرك تحت السعرات الحرارية انا شخص بضخم محتاج تلات تلاف سعر هنتكلم بقى عن كمية يعني ايه لو انا دلوقتي بضخم محتاج تلات تلاف سعر وليكن هدخل متين جرام رز طب انا بخصص كابتنو بدخل الفين سعر او الفين وخمسمائة سعر هدخل مية جرام رز مش متين جرام رز المشكلة كلها في الكميات اللي بدخلها والاوزان مش نموع كلنا ادام بنخسس ادام بنزيد ده اسمه هلسي او اكل صحي هدخل ده ودخل ده بس الفرق في الكمية بس رب اكون قدرت اجاوبك على الاجابة السهلة بتاعت النهاردة وهي اكل ايه قبل او بعد التمرين باشهر الامثلة عشان في ناس ترزع لت مني لما مولتش امثلة في الحلقة اللي فاتت اكيد لو عاربتك الحلقة بتاعت النهاردة مش استغسابين تعمل الحلقة لايك انا معكم كابتن اوتر اشتركوا في القناة